كيف حالكم أصدقاء أسعد الله كل أوقاتكم عملة الأيب كنا لحنا الحمد لله أول أشخاص ادخلنا أثناء الاختراق كانت صفقة ناجحة جدا على مجموعة الحيتان رح نحكي تحليل العملة خلينا ناخد نظرة سريعة عن صفقتنا السابقة دخلناها بسعر 12.5 للـ 13.5 وأهدافنا كانت كالتالي باقي عنا آخر هدف هو الـ 30 عم ننتظر ضرب الهدف الأخير عملة الأيب قدرت تتفوق على المانا وعلى الساند وعلى الأكس انفينيتي أقوى عملات الميتافيرس قدرت تتغلب عليهم مشروع العملة هو توكن توزع مجانا للأشخاص يلي بيمتلكوا NFT القروض وبعدها تم بيع الأراضي عن طريق NFT القروض أو عن طريق الدولار خلينا نشوف الخبر هذا الخبر هذا بيقول تم بيع قطع أراضي NFT مقابل 305 NFT قروض أو 7000 دولار وهي تعتبر أرقام ضخمية وهذا اللي يسبب زيادة طلاب على NFT القروض بالإضافة لعملة الأيب عملة الأيب بعد ما صار هالاختراق هذا شفنا فيها موجي صاعد طبعا الويتش كان بك الرسوم أمامكم تم الاختراق بها المنطقة أهدافنا كانت كالتالي أهدافنا كانت 18 بعدها 20 بعدها 28 وحطين آخر هدف 30 قرارك الشخصي أنت تكمل بالصفقة لل30 والدخول بالمناطق الحالية أيضا مخاطرة بتمنى منك تركز بهالعملة خلينا ننزل على فريم الأربعة ساعات حتى نشوف كيف ماشي الوضع إذا مننزل على فريم الأربعة ساعات بنرسم القناة الواسعة من هون فأنا العملة عمت تتحرك ضمع القناة واسعة بهالشكل هذا بعد ضربنا لمستويات الأربعة وعشرين شفنا قاعدة اختبار سريع لمستويات الـ 18 بالتالي صار صعود لمستويات الـ 28 مرة تاني بالغالب نمازج هاي بتم كسرة للأسفل بالغالب بالعادة بتم الكسر للأسفل متوقع أنا تعيد العملة اختبار مناطق 17 ونص للـ 16 والـ 80 المنطقة هاي متوقع إعادة اختباره إذا نجحت العملة بإعادة الاختبار ممكن نشوف أهداف أكتر من هيك لازم تركز على إعادة الاختبار حتى تقرر دخولك في العملة من عدمه هالمنطقة هاي متوقع إعادة اختباره بالعملة في حال فشل وطم رفضنا من هالمستوى هذا ممكن يكون الهدف القادم هو مناطق الـ 14 هدف إعادة الاختبار التالي ممكن يكون مناطق الـ 14 إذا فشلنا بها المنطقة لكن العملة إيجابية جدا للأمانة وهدف الثلاثين هدف مو بعيد أبدا إذا نجحنا بإعادة الاختبار نجحنا بإعادة الاختبار هدف الثلاثين أبدا مو بعيد عنا لكن يلي لاحظتوا بهالشمع هاي بالضبط أمس تم تصريف كمية كبيرة من هالعملة قد يكون الأشخاص يلي حصلوا على العملة مجانا قاموا بتصريف جزء من أملاكهم بهالشمع هاي بالضبط هذا الأمر يلي بيخليني عيد وفكر مرة ثانية بالدخول بهالوقت هذا بعد ما شوف قمة لازم شوف إعادة تصحيح لازم شوف تصحيح عميق أو إعادة اختبار ناجح. العملة حاليا صايرة تريند على الكوين ماركت كاب عدد القطع الموجودة بالعملة واحد مليار قطع المطروح للتداول فقط 28 بالمية فقط مطروح للتداول بماركت كاب أكتر من ستة فاصلة سبعمية وتسعة وثلاثين ستة مليار وسبعمية وتسعة وثلاثين مليون رقم جيد جدا تجاوزنا في المانا والساند والاكس انفينيتي إذا حابب تدخل بالعملة خلي دخولك بمناطق آمنة خلي يكون عندك رزق أمان عالي بقعادة الاختبار وبالتوفيق للجميع أصدقاء بعملة 0